السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبريطانيا عمل دراسة ودفعت فيها نصف مليون جنيه سترليني لتدريب الكلاب الطبية كلاب معينة الكلاب دي كانت اكتشفت مرض المالاريا والسرطنات في بعض الناس قبل كده وهم قالوا فكرة ان احنا ندرب الكلاب على اساس الكلاب دي ممكن تقدر انها تعرف الشخص المصاب من الشخص السليم وفي الحالة دي لما يعرفه الشخص المصاب كلاب بلوصية ماشية في الشارع ممكن تكتشف في اليوم الواحد 250 حالة في اليوم الواحد الكلاب انتوا عارفين حسة الشم يعني هي الصديق الصدوق للانسان في العالم كله صديق وفي والكلاب ممكن تحس وتشم على بعد يعني انت لو حطيت معلقة سكر في حمام سباحة تشم دي وعلى حسب ما تدربه فهم بيهدوها ريحة الشخص المصاب والغير مصاب والتراسة دي البريطانيا مهتمية بيها جدا وطبعا زي ما قلتلكم صرفت عليها كتير ولو هي اتعممت ونجحت هيبدأوا يوزعوا الموضوع على مستلع عالم لان هي الفكرة كلها كلنا بنعمل يعني كل الناس بتعمل لوقتي اجتهدات اجتهدات بقى فيه اللي بيقدر يعمل لان الواضح كده ان الموضوع احنا متعايشين معاه وماشي فترة طويلة اللقاحات الى الان كل بلد بتقول كلام ومفيش اي حاجة فعالية مش قبل سنة طبعا اللقاح من الحاجات اللي هي اللي برضو ما نحناش عارفين هل هو هيبقى انواع ايه فيه اللقاحات انواع كتيرة اللقاح اللي هو هيبقى يعني فيروس ميت ولا ايه بالزبط وهيتاخد زي مثلا بوستر دوز ولا هيتاخد ازاي كم مرة سعره هيبقى ايه كل دي اسئلة كلها في علم الغيب الى الان مفيش الا هو الاقتراح اللي تقال من بعض الناس ان هو الفيروس مطول معانا من نظمة صحة العالمية ولازم نتعايش معاه ولازم نتعايش معاه ان احنا نقوي جهاز المناعة زي ما قلنا قبل كده بفيتامين دي وفيتامين سي والزينك وان احنا نلبس الماسكات وفي نفس الوقت كمان ما نتعرضش ليه الاسطح بيكونش ادينا لابسين جلافز لما نكون راحين سوبر ماركت او اي حاجة مزدحمة ولو حد حس باعراض ولا حاجة بيعمل عزل النفسه فيه الغرفة منفصلة لغاية ما الحالة تشوفها تحصل ده الكلام اللي ماشي على مستوى العالم فالفكرة اللي عجبتني في فكرة الكلاب الكلاب عندها قدرة رهيبة صاحقة انها تشم الحاجة من على بعد كبير فهم دلوقتي بيعملوا الخطة دي كل واحد بيفكر يعني كل واحد كل بلد بتفكر في حاجة معينة الى الان يعني دي فكرة بتتقال على اساس ان هم بيشوفوا هل الكلاب دي ممكن تنقذ وتعمل يعني مثلا بتخيلين ان ما يكتشف 250 حالة في الساعة يعني لو ميدان فيه تجمع ولا اي حاجة بيمنع على بعد تشم بتقولك ده الشخص ده عنده كورونا ولا معندوش هنشوف مع الايام ايه اللي يحصل التزموا في البيت لو ما فيش خروج ما فيش داعنا للتجمعات الى الان مش عارفين الوضع ان شاء الله يعني باذن الله هو بيقل الفيروس بيضعف دي حقيقة الفيروس بيضعف بشكل رهيب يعني حتى الوفيات دلوقت في ايطاليا مثلا ما بقتش زي الاول الاصابات ما بقتش زي الاول فالفيروس بيضعف مع الوقت فاحنا يعني على قد ما نقدر نحاول نلتزم بالتعليمات الى ان يظهر ان شاء الله في الوقت القريب انا اتوقع ان الانسان جسمه هيكون مناعة ضد الفيروس جسمه هيكون مناعة قبل ما يعملوا اللقاح وعلى اكبر الظن غالبا الناس مش هتحتاج اللقاح جسمنا هيحتاج هيعمل اجسام مضادة ومعظم الناس مرت بالفيروس وهي مش ياخد بالها الاعتعب في الحال شوية وجاه وفيه ناس ما حسيتش بحاجة خالص والامور عدت وطبعا لو عملوا سيرفي للاجسام المضادة دي هتفرق وهتبين ناس كتير جدا جالها الفيروس وهي ما تعرفش الموضوع لما بلقول بينتهي قريبا مش خصة انه هينتهي من العالم هو زي الحاجات زي الادز زمان اول ما بدأ كان رهيب دلوقتي بقت فيه علاجات ليه وفيه تقدم في العلاج بتاعه الكبد الوبائي البيو السي دلوقتي بقى فيه علاج ليه فهو غالبا غالبا ان شاء الله باذن الله مناعة الناس هي اللي هتكون الفيصل فيه الموضوع متخافوش وان شاء الله باذن الله الفيروس ينتهي قريبا زي ما قلنا تحياتي ليكم واشكركم